اشتركوا في القناة 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 هنا نقوم بعمل إذا أنت بدك تعمل Erase Source Object بحكي له أكيد No بعد هيك نقوم بعمل Trim ونكون كتير accurate بال Trim نمسح هذا الجزء البسيط اللي هون هيك مكون حصلنا على باب بظرفتين هلا بالنسبة لهذا block إذا حابين نعدل عليه مثلا بدنا نضيف إشي بسيط يعني على سبيل المثال نعمل Double Click بعد هيك نختار البلوك اللي بدنا إياه نعمل OK هيك أنا أدخل على شاشة التعديل مثلا حابب أضيف Rectangle بهاي الجهة على سبيل المثال يعني هو تعديل مش منطقي لكن فقط توضيح له الفكرة بعد ما نخلص التعديل نعمل Close Block Editor بسألني إذا أنت حابب تعمل Save بحكي له For Sure بدي أعمل Save لاحظوا التعديل ما بيكون فقط على البلوك اللي أنا عدلت عليه بيكون على جميع البلوكس الموجودين بالموديل بالموديل أو بي الوقت وكاعد نرجع مرة ثانية نعمل OK نمسح هذا التعديل ما ببنية إحنا فقط مشان نوضح الفكرة بنعمل Close Block Editor بنعمل Save هيك بيكون وضحنا فكرة البلوك طبعا إذا حابب أعمل Insert لهاد بلوك بقدر أعمله من هون Insert تمام بنقدر نلعب طبعا بالOrientation بنقدر نلعب بالOrientation بالزاوية مثل هون بنقدر نلعب بالScale كمان لهذا الشيء أوكي سوف ننتقل إلى الرسم Windows Rectangle بدايته نفترض أنه الفتحة ستكون ضمن هؤلاء هؤلاء اللي هو طبعا Void نفترض أنه هذا الشيء Solid يعني عبارة عن concrete wall وهذا عبارة عن curtain wall أول شغل بعملها بدي أرسم line هادا line من الميد بوينت للميد بوينت بعد هيك بدي أعمل offset لهذا line لليمين 0.025 ولليسار نفس المسافة تمام بعد هيك بعمل offset 0.05 من اليسار أو للركتانجل بشكل كامل هادا الشيء بقدر طبعا أطلع فيه للاعلى تأكد أنه للميد بوينت وللا الأسفل أيضا نفس الشيء فاكي بكون حصلت على هاي الأشياء اللي هي طبعا بتكون solid اللي بتمثل الجوانب والمنطقة الوسطية بالنوافذ آخر شيء ما نعمله بدنا نرسم الخطوط الوسطية للنوافذ نرسم من الميد بوينت من الميد بوينت من الميد بوينت بعد هيك بنعمل offset للأعلى بمقدار 0.025 انتر للأعلى وللأسفل بعد هيك تبعي بوينت ولم نعمل تعمل 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 نمسح هذا الجزء بهذه الطريقة وصلنا لرسمة ويندوز ورسمة دورز بالتكنيك الصحيح تعالوا نطبق هذا الشي على المدل أو على رسمة البلان اللي لدينا نفترض وجود باب في هاي المنطقة مثلا نرسم line نتأكد من مقدار الفتحة مقدار الفتحة واحد متر فطول الline اللي بدي أرسمه لازم يكون مساوي لمقدار الفتحة واحد انتر بعد هيك سيركل ما ننسى إنه بنرسم إحنا من المد من هون لهون نلاحظوا أكيد لازم سيركل تعمل تانجنت للنهاية لأنه أنا تأكدت إنه طول هذا الline هو مساوي لعرض الفتحة وما تبدأ الline من الأسفل نبدأ الline من المد هذا التكنيك نمسح هذا الجزء نمسح هذا الجزء ونمسح هذا الجزء نعمل لهذا الجزء بمقدار 0.05 ومنكمل بالline هاي الشكل تمام ذاك أنا رسمته manual نقدر نمسك هذا الشيء من اليسار لليمين نعمل shift shift مشان نعمل d-select نعمل d-select لهذا الجزء وبنعمل من block بنعمل create بنسميه مثلا دور number 3 نعمل أوكي هذا هو الباب نقدر مثلا نعمله copy نقدر نعمله rotate rotate طبعا بنلاحظ انه في خطأ بسيط هذا الخطأ انه هذا اللاين ممنوع يطلع ف double click عليه نعمل ok نمسح هذا اللاين بالeditor ونتأكد انه هو رح ينمسح على كل النسخ الموجودة ضمن الفايل نعمل close block editor بنعمل save هلا لما نيجي نشوف هون لاحظوا هو الشيء اختفى أصلا اللاين مو كان لازم يرتسم داخل البلوك هو لازم يرتسم كجزء من الول بهذا الشكل بهذا الشكل جيد هلا نرسم نوع ثاني من الابواب اللي هو sliding door قبل ما ننتقل لرسم ويندوز بنرسم الباب المدخل الرئيسي هو electrical wall اللي هو using electricity هاي المنطقة هي اللي يتمثل المدخل الرئيسي مباشرة برسم line من midpoint بنعمل offset واحد كمان offset او بنستخدم multiple هاد الشي رح نحكي فيه بمحاضرة stairs محاضرة القادمة offset اوكي بعد هيك احنا بدنا نستخدم ال x line استخدمناها بمحاضرة interior walls بدنا نعمل هوريزنتل مفروض خلينا نعمل x line من هاي البوينت لهاي البوينت بقدر نعمله move للاعلى بمقدار .05 تمام هلا بنرسم rectangle هذا rectangle هلا بنمسح ال x line انا مش بيحاشته بدنا نعمل explode نعمل move من هاد الجزء البسيط لليسار .05 نفس الشي لهاد بنعمله move لليمين .05 هاد الشكل هلا بنرسم اللاين الوسطي بيناتهم حتى يمثل ان هاد الشي يباره عن glass not solid part اوكي هلا من اليسار لليمي بنعمل select هذا الشي بنعمل من block create بنسمى اي اسم بدنا ما فيه اي مشكلة بنعمل mirror لحتى نسهل على حالنا ما فيه دايع نرسمه مرة تانية هلا بنظل الجزء الموجود امامنا هون بدنا نرجع نرسم x line مرة تانية نتأكد انه horizontal بنعطيه h enter اختصار horizontal بنرسمه هاي الطريقة هاي موجود امامنا بنعمله offset او بلاش offset لانه اصلا ما بديها بنعمله move ام enter للاسفل بمقدار .08 مش 5 بنسوي شوي اكبر وبنرسم x line ثاني x line vertical v enter بلاشر هاي الطريقة من هون تمام بعد هيك نرسم rectangle من هاي البوينت لهاي البوينت هلا ال x line انا مو بحاجتهم ابدا هلا هاد rectangle متل ما عملنا فوق تماما بنعمله explode نعمل move لهاد الشيء او خلنا نسوي copy افضل من هون نعمل move او كمان copy لهاد الشيء لمقدار .08 لليمين هاد الشيء منقدر من البوينت هاي نسحبه للبوينت هاي نعمله close هلا نرسم line وسطي بهاي الطريقة نعمل 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 تمام نعمل نعمل باي اسم ما فيه اي مشكلة مشان يصير block عبارة عن one entity نعمل من الجهة المقابلة وهيك منكون انهينا رسمة sliding door جزء الاخير من محاضرتنا هي تطبيق windows على جزء من هاي البلان نعمل rectangle ناخد مثلا هذا الجزء نرسم rectangle هذا rectangle نعمله offset بمقدار 0.05 للداخل بعد هيك نسحب الجزء هذا للأعلى الجزء هذا للأسفل هيك منكون حصلنا على الجوانب اللي بدنا اياها بعد هيك منرسم line لازم هاي الجوانب يتم تأمينها كtechnical professional drawing لانه هانا الشيء متل ما حكينا هو solid بعد هيك منعمل offset 0.025 للأعلى ومن المد للاسفل وبنمسح المد بهاي الطريقة هيك منكون وصلنا لنهاية محاضرة رقم ستة خلينا نشوف بس كيف ممكن تكون الفاينال اميج لهذا الشيء الفاينال اميج ممكن تكون بهاي الطريقة متل ما احنا شايفين امامنا طبعا اللي هي المحاضرة الجاي رح نشوفهم ان شاء الله يعني امكاني انا اخفي layer هاي الشكل مشان اشوف فقط الشي اللي احنا انهنا شوف مثلا دورز الموجودين هون بتكون تراعوا انه مختلفين يعني الفتحات مو نفسها لكل الشيء اكيد فتحة باب الحمام بتكون اقل من فتحة الباب العادي بهاي الطريقة هيك منكون وصلنا لنهاية هذه المحاضرة نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر